وينضم إلينا عبر الإنترنت من بيروت النطق الرسمي باسم قوات اليونفل في لبنان أندريا تنينتي أهلا وسهلا بك سيد أندريا على الجزيرة مباشر بداية أنتم في يونفل كيف تتابعون هذه الأخبار عن غارة إسرائيلية في قلب الضحية الجنوبية ببيروت نظرا للأحداث الأخيرة والضربة التي استهدفت بيروت نحن لا نزل ننظر إلى ما حصل وهذه الحادثة حصلت خارج نطاق عملياتنا إذن من الصعب أن أعلق على الحادثة الآن ولكن ما يمكن أن أقوله هو أن التوترات الأخيرة في المنطقة تزايدت والتوترات الإقليمية أيضا تزايدت ما نحاول أن نقوم به في البعث هو أن نعمل لخفض النزاع وأن نبقي قنوات التواصل مفتوحة مع الطرفين هذا الأمر يحصل ليس فقط من قبل اليونفل بل أيضا من قبل المجتمع الدولي وجهات المعنية الأساسية وخلال الساعات الأخيرة أكثر من أي وقت مضى التركيز الأساسي في هذه اللحظات هو خفض التوترات والعمل على التواصل إلى حلول ديبلوماسية وسياسية محتملة نحن لا نزل نعتبر أن الحل الدبلوماسي لا يزل ممكناً ولكن طبعاً الحالة متوترة وهي متوترة منذ عشرة أشهر وإذن منهم بالنسبة للجميع أن يعلموا أن النزاع الأوسع سيكون لديه تدعيات كارثية ليس فقط للبنان وإسرائيل ولكن للمنطقة بأكملها سيد تاننتي هل بخصوص هذا القصف الإسرائيلي الذي وقع في الضحية الجنوبية سينعكس فيما بعد ربما على المناطق الخاضعة لقواتكم أو التي تتحركون فيها في الجنوب اللبناني هل ثمت اتصالات تجرونها الآن مع أطراف الصراع مع حزب الله وإسرائيل لخفض حدة التصعيد هذا هو العمل الذي نقوم به كل يوم والآن ليس لدينا علاقات مع حزب الله إذن نحن نتواصل مع السلطات اللبنانية والجيش اللبناني ونحن ننقل الرسائل لحزب الله ونتحدث أيضا مع الجانب الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي بشكل دوري والآن أكثر من أي وقت مضى لمحاولة تفادي توسع رقعة النزاع وإذن الجهود الأساسية خلال هذه اللحظات تنصب على الوساطة والتفاوض ليس هناك أي مساحة للحل العسكري هناك مساحة فقط للحلول الدبلوماسية والسياسية وهذا ما نقوم به خلال هذه اللحظات وكما قلت في السابق نحن لا نزال نأمل أن إجراءات فض النزاع وخفض التوترات ستنجح في الأيام المقبلة بخصوص هذه المحاولات سيد تانتي هل لديكم علم باشتراك دول واجهات أجنبية في إطار محاولات خفض التصعيد من جانبكم أو بالتواصل معكم؟ طبعا كل هذه المحادثات وكل الحوار وكل التواصل كل ذلك جهود سرية وذلك لسبب بسيط وهو أن نتمكن من المحافظة على هذه الوساطة على مستوى يحظى بمستقية لكلا الطرفين ولذلك من المهم أن نقوم بذلك وكما تعلمون هناك عدة جهات فاعلة أساسية تعمل خلال هذه اللحظات في المنطقة الولايات المتحدة وفرنسا ودول عربية وإذن الأمر لا يقتصر فقط على بضعة دول بل هناك اهتمام كبير من قبل المجتمع الدولي لخفض التصعيد والتوترات الآن وإذن هذا الأمر يحصل كما سبق وقلت بشكل يومي ولدينا جنود على الأرض لدينا عشرة ألاف جندي لحفظ السلام من 49 دولة إذن هناك 49 دولة معنية بمسألة السلام ونحن نقوم بذلك حتى قبل السابع من أكتوبر في جنوب لبنان إذن نحن نقوم بالكثير وطبعا نحن بحاجة لمواصلة هذا العمل لكي نتمكن من الوصول إلى حلول جيدة سيد تننتي ما المؤشرات الحمراء لديكم في يونيفيل والتي إن وقعت من وجهة نظركم هذا يؤشر على حدوث تصعيد كبير من الصعب جدا أن نترقب ما قد تكون الأحداث التي قد تؤدي إلى تصعيد كبير لقد رأينا عدة أحداث خلال الأشهر الماضية كان من المحتمل أن تؤدي إلى نزاع أوسع وخلال نهاية الأسبوع وحتى اليوم رأينا كل هذه الأحداث التي تعد مقلقة جدا بالنسبة لنا وأواد أن أكرر أن التصعيد ممكن وتصعيد مع خطأ في الحسابات يمكن أن يؤدي إلى نزاع أوسع لا يزال احتمالا ولكن الواقع هو أن لا أحد يريد نزاعا إقليميا ولذلك نحن بحاجة لأن نعمل وكل الجهات المعانية تفهم تداعيات توسيع الرقعة هذا النزاع ليصبح نزاعا إقليميا وسيكون لديه تداعيات كارثية على المنطقة بأكمالها وإذن من الصعب جدا أن نقول ما هي الخطوط أو الإشارات الحمراء لأننا سبق ورأيناها خلال الأشهر الماضية ولكن هذا الأمر يبين أن لا أحد يريد أن يصاعد هذا النزاع إلى نزاع أوسع سيدنا أنت ما هي المحاذير التي تخشونها في يونيفل إذا هذه التطورات التي نتابعها في الضحية الجنوبية وكذلك القصف من قبل حزب الله والرد المتوقع منها المسألة لا تتعلق بمخاوفنا بل تتعلق بما رأيناه حتى اليوم نحن لا نزال نعمل وإذن نحن لا نزال نقوم بأكثر من 450 نشاطاً كل يوم وإذن هذا العمل مستمر ولكن من المهم هنا أن نشدد مرة أخرى على أن الحل الوحيد خلال هذه المراحل هو التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 17-01 هذا القرار واجه تحديات كبيرة ولكن كل أحكام هذا القرار يمكن أن تؤمن منصة تسمح للمضي قدماً ووضع حدل الأعمال العدائية والعودة إلى التهديئة والمضي قدماً نحو سلام واستقرار مستدام في جنوب لبنان وإذن الحل الوحيد الآن هو التنفيذ الكامل للقرار 17-01 ولكن هل العودة لتطبيق هذا القرار ممكن أن يشكل مدخلاً لحل دائم في ظل هذه المعادلة التي نتبعها الآن في الضحية الجنوبية وفي الجنوب اللبناني؟ المشكلة هي ذلك بالضبط المشكلة هي أن القرار 17-01 لم يتم تطبيقه ليجب أن يتم تطبيق القرار 17-01 لكي نتمكن من التواصل إلى الحلول وإذن من أجل تنفيذ القرار نحن بحاجة إلى التزام الطرفين وبدون هذا الالتزام سيكون من الصعب جداً أن نمضي قدماً ولذلك إنه من المهم جداً أن تستمر الجهود من قبل الجميع والمجتمع الدولي أيضاً ومن المهم أيضاً أن يفهم الطرفين والبلدين مخاطر توسع رقعة هذا النزاع وأهمية التنفيذ والالتزام بالقرار الذي بدءاً من العام 2006 ووصولاً إلى أكتوبر من العام 2013 أمن نوع من الاستقرار حتى لو كان هذا الاستقرار هشاً وإذن هذا الاستقرار لم يشهد جنوب لبنان منذ فترة طويلة وإذن نحن بحاجة إلى العودة إلى هذا الوضع ومحاولة المضي قدماً طيب سيد تننتي لا ترف يرغب في حرب واسعة لكن هل تعتقد أن احتمالية خروج الأمر عن السيطرة وعن القواعد الاجتباك ما زال مطروحاً أو هو مطروح في هذه اللحظة؟ دورنا هو أن نأمل وليس فقط أن نأمل بل أن نعمل تحقيقاً لهذا الهدف ولنجعل ذلك ممكن أن نطلب من الأطراف أن ترم إذا كان بإمكانها أن تلتزم بإيجاد الحلول من طرفنا ومن طرف المجتمع الدولي سنكرس كل الشهود وكل الطاقة الممكنة لنحاول أن نخفض هذه التوترات وأن نعيد الاستقرار إلى المنطقة سيد تننتي كانت هناك هجمات أو ربما إصابات في صفوف قوة اليونفل هل لديكم ربما أعداد بخصوص هذه الإصابات منذ السبع من أكتوبر وحتى الآن؟ لحسن الحظ أصيب فقط عدد قليل من الأشخاص إصابات بسيطة جداً خلال هذه البعثة إذن حوالي عشرة أشخاص أصيبوا بإصابات بسيطة جداً ولقد تعافوا الآن ولكن طبعاً يبقى ذلك خطراً إذن التواجد على طول الخط الأزرق نظراً لأننا على بعض بضعة كيلومترات أو حتى بضعة أمتار وإذن طبعاً هناك مخاطر ولكن كجنود في مهمة حفظ السلام هم يعلمون بالضبط ما هي المخاطر التي سيواجهونها في أي عملية يشاركون فيها عملية مثل هذه ولذلك نحن نواصل العمل كما سبق وقلت ونحن ندعم الجيش اللبناني والمجتمع اللبناني في هذه المنطقة وندعم أيضاً التواصل إلى حل واستقرار للمنطقة سيد تاننتي برأيك ما دور الجهود الدبلوماسية الآن لمحاولة منع انزلاق المنطقة لبنان تحديداً إلى حرب واسعة مع إسرائيل كما قلت في السابق أن تنفيذ القرار سبعة عشر سفر واحد سيكون بداية جيدة لتفادي توسع رقعة النزاع طيب بالنسبة ليونفل ما هي السيناريوهات التي تستعدون لها في جنوب لبنان في حال تطور الوضع في الجنوب إذا حصلت أي تطورات لنزاع أوسع في جنوب لبنان اليونفل موجودة في المنطقة منذ العام 2006 منذ النزاع ما بين حزب الله وإسرائيل واليونفل موجودة منذ العام 1978 تحت مهمة مختلفة ولكن مهمة حفظ السلام هذه لم تغادر المنطقات وإذا كان هناك نزاع أوسع وسيكون من المستحيل لهذه البعثة أن تعمل بشكل كامل وأن تقوم بمهامها وإذا هذا الأمر سيعود إلى مجلس الأمن ليقرر كيفية الماضي قدما في هذه الحالة وصلت هذه الرسالة كاملة شكرا جزيلا لك سيد أندريا تننتي النطق الرسمي بس نقواتيونفل كنت معنا من بيروت